ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وشهد التواجد البحريني في نيويورك عقد العديد من الاجتماعات المشتركة تضمنت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبيانات مشتركة من منطلق إدراك مملكة البحرين في أن التعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة والتفاهم المشترك هو السبيل الأمثل للتغلب على التحديات المشتركة بجميع عبعادها أيضا ومن منطلق تعزيز التعاون المشترك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية شارك وزير الخارجية في العديد من الاجتماعات كالاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاجتماع الوزاري العربي الأوروبي حول جهود إحياء السلام في الشرق الأوسط والاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والاجتماع الوزاري الثامن عشر لحوار التعاون الآسيوي مملكة البحرين ومن خلال تواجدها في هذا المحفل الدولي تؤكد دائما سيرها على نهج صاحب الجلالة الملك المعظم في تكريس قيامها السامية وإنجازاتها الحضارية ودورها الفاعل في تعزيز التضامن الدولي